السلام عليكم طلاب نكمل اليوم بالمحاضرة الثانية عن جهاز الدوران أخذنا من الأسبوع الماضي مكونات القلب والهستولوجي of heart أخذنا الهستولوجي of الأوعية الدموية نحن نأخذ الارتريز in detail تفاصيل أكثر من الارتريز الارتريز classified into three types on the basis of size the characteristics of tonic media إذن تقسم الارتريز إذا تلف أنواع اتمادا على شنو تصنيفها يكون اتمادا على حجمها والكاركترستيكس مواصفات tonic media أولنا large arteries or elastic arteries such as ART and pulmonary arteries convey blood from the heart to the systemic and pulmonary circulation respectively الشرايم الكبيرة أو elastic arteries أولنا النموذج عليها ART شرايم الأبر وال pulmonary arteries تنقل البلد من القلب إلى الدورة إلى el cisteric circulation إلى el pulmonary circulation Medium arteries or muscular arteries most of them show properties intermediate between medium and elastic arteries المسكولى ارتريز او الميديم ارتريز اتشوفنا مواصفات مالتها تكون انترميدية انتواسطة بين الميديم ارتريز وبين الالاستيك ارتريز السمال ارتريز and الارتريول are distinguished from one or another by the number of smooth muscle layers between the medias اذا شون اميز السمال ارتريز and الارتريول اليه بعد اصغر باعتمادا على العدد السموذ مصال اليه تكون منها طبقة الهونيكا ميديا 8 طبقات في حالة السمال ارتريز والارتريول اليه من طبقة الى طبقتين من السموذ مصال تارج ارتريز او الالاستيك ارتريز نسمي جعله كل نوع ناخدين ديتيال have multiple sheets of elastical lamellae in their walls متعدد الطبقات من طبقات الالاستيكية متعددًا يحتوي باكثر من طبقة من الالاستيك لاملة conduct and control blood flow in one direction systolic and a stoic tation يمور مجرى الدم من خلاله ويفيطر على مجرى الدم is relatively thick and consists of endothelium sub endothelium connective tissue and inconspicuous internal elastic membrane طبقة التونيكا انتما اليه تكون ادنى وما سميكا تتكون من الاندوثيليوم هي البطانة طبقة البعدة اللي هي sub endothelium connective tissue والطبقة الثالثة اللي هي internal elastic membrane inconspicuous يعني تكون مو كلش بارزة ليش؟ يعني انه هو اصلا الميديا بياهوية طبقات فالالالاستيك ممبرام نوعا ما راح تختلط يعني تكون غير مميزة لانه ميكس بياه بقية الهوية طبقات الاخرى من الالاستيكية بس احنا حتى نحدد يانه الانترنى الالاستيك ممبرام نقشر على الانرموس الاكثر واحدة انار بالسلايج بس راح نشوف المديتالز اكثر endothelial cell processes vival palladi bodies that are present in the cytoplasm they are road-like structures and contain bone all branch factors and piece selection طبقة الاندوثيليوم بالتونيك انتما بيها body اسمها vival palladi موجودة بال cytoplasm وهي شنو تراكيب road-like مثل عصاوية الشكل وتحتوي على bone and branch factor and piece selection bone and branch factor is a glycoprotein synthesized by arterial endothelial cell when secreted into the blood it binds coagulating factor A and enhanced related adhesion to the site of endothelial injury إذن bone and branch factor وعبارة عن glycoprotein استنع the endothelial cell عندما ينفرز بالدم سوف يفتبط بعامل التخصص number 8 إضافة إلى ذلك هو استنرنا الadhesion الاتساق اللي يصير بين الصفاحات الدمية في حالة الإصابة الانجري اللي تصير بطبقة النحط مالذي اللي ينفرون الاصابة Reymsاق Pisa sub-endocelial layer of Connected Tie SERE Collagen and Elastic Fiber The main cell type in this layer is more a subcell This contractile secrete extracellular ground substance as well as Collagen, Elastic Fiber Occasional micropages also may be pres grim إذن طبقة سبب اندولتيريال يمكنك تشاهد بها كولاجين و بها إلاستيك فايبر و النوع الخليزة الموجود بها سمود مسلسيا إذن سمود مسلسيا الموجودة هي اللي أتصنع أن الأكتب السلولير ما أتصنع كولاجين فايبر برز إلاستيك فايبر و ليس فايبرو بلاست وما إذن ممكن لدي مايكروفيجز أيضا يكون موجودة بهذه الطبقة The internal elastic membrane is the innermost elastic layer of the arterial wall not noticeable هي الأكثر واحدة الإنرموث طبقة إلاستيكية بس مو كلش واضحة حسا من أشر على السلايب إذن سوف نتوفح لكم السورة The internal elastic arteries consists of multiple layers of smooth muscle cells separated by إلاستيك لام الله إذن يتكون من أنت الطبقات طبقات من smooth muscle cells وتنفسر مع بعضها بإلاستيك لام الله يعني طبقة smooth muscle طبقة إلاستيك طبقة smooth muscle طبقة إلاستيك The tonic media is the thickest of three layers of elastic arteries and consists of the following إلاستيك في الحالة large arteries أو في الحالة elastic arteries الطبقة السميكة هي الطبقة الـ tonic media من شنور كون؟ كون لمن إلاستيك شمود muscle و collagen fibers إلاستيك فنسترات شئس أو لاملة بين the muscle cell layers a raised and concentric layer فنسترات و لاملة فاسلت تدفوج أكثر سمس بذين الأرثوري والو طبقة الإلاستيك هي إبارة عن تكون شكل طبقة لاملة أو sheet هذا الشيط يكون على شكل دوائر متحدة المركز يعني أكثر من دائرة يكون طبقة طبقات مع بعضها تكون متحدة المركز وتكون طبقة إلاستيك وتفسر بيناتها muscle cell layers طبقة إلاستيك طبقة muscle cell layers بها ثقوب هذه الثقوب تسمحنا ب الدفusion of substances within the arterial wall حتى تتنافذ المواد خلال فنستراتي سمس السمس المحضة النظر process of diffusion or transfer. The number and thickness of these lamellae are increased with blood pressure and aging. أدت طبقات بالتونيكة ميديا زيد مع زيادة صخف الدم ومع زيادة الأمر. الآن يجري سلايد الالاستيك آتريس. يجرينا طبقات تونيكة انتما. تونيكة انتما. من شنو تكون التونيكة انتما؟ من اندوسيليا. هذه الاندوسيليا والسب اندوسيليا. هذه الانترنال الاسيك ممبراين. هذه الانترنال الاسيك ممبراين. اذا قلنا انترنال الاسيك ممبراين. لماذا؟ يعني نشوفوا بقية الطبقات تونيكة ميديا. تشبه هذه الطبقات. يعني متعددة الطبقات. الصفرة هي الاسيكية. وهذه الوردي هي طبقات السموذ مصول ساع. فلهذا احنا نقول الاندوسيليا. هي اللي نعتبرها الانترنال الاسيك ممبراين. اندر مصول ساع. بعدها نشيجي بعدها التونيكة ميديا. التونيكة ميديا هذه. اللي هي قلنا اسمك طبقها في حالة الاسيك آرتريس. اوكي. ما شنو تتكون؟ تتكون من اكثر من الليار. شوفوا هاي الليار الصفرة. هاي الليار لسماوذ مصول ساع. هذي الاسيك وهذي السموذ مصول ساع. اكثر من الليار على شكل دوائر. هسا هذا مقطع جزئي بس اذا يتمل وابارة عن دائرة متحدة المركز. هذا السنتر مالتها وكل هدا الدور ايجوا هذا الشكل. اذا ابارة عن اضافة الى شنو؟ هاسا هنا الاسيك. ها بقلنا الاسفر. وبها ريتيكيولار فايبر. هسا اذا قربنا الصورة ما التونيكينيزية كبرناها. هذي الفبقات هي الاسيك فايبر. شوفوا هذي الفبقات هي الاسيك فايبر. هذي الفبقات هي الاسيك فايبر. هذي شوفنا التونيكا ادفنتيشية. هسا رح يجي الشرح مالتها. هذي الفبقات هي الاسيك فايبر. هذي الفبقات هي الاسيك فايبر. هذي التونيكا ادفنتيشية. اللي هي نفسها التونيكا اكسترنا. هذان. ادنا هذي بالتونيكا انتما. الاكسترنا. الاسيك مامبرين. كلش واضحة المقددة وكلش واضحة. بعدها يجي ادنا التونيكا ميديا. هذي البرتقالي عبارة عن سبور مصل سيلس. ويتخلى لها الاسيك. هذي طبقات الاسيك فايبر. الياف الاسيكية. الطبقة الاخيرة عدنا التونيكا اكسترنا. هذي. وقلنا بيها لجي النارس واللجي بلاد بسل. التونيكا ميديا. كميديا. كميدياها. سمود مسل سع. are arranged in layers. In cross sections of the artery they appear in circular array. They are spindle shaped with an elongated nucleus. They mostly have external lamina or basal lamina. إذن smooth muscle موجودة على شكل طبقات. مثل ما شكنا بالشرح. The cross sections of the artery they appear in circular array. مناخذ اقطع cross section. هي تبين على شكل circular array. من شكل دوائر. موجود شكل الخلية. هو spindle shape. بشكل المغزل. والإلان نيوكلياس. نيوكلياس مالتها تكون طوالية. وبيها basal lamina. الواضح. لازمارات. بشكل طبقات. طبقات. نيوكلياس. وقلل الزوال والسلطة. التونيكا ميديا. التونيكا ميديا. إذن هي تقريباً نصف التونيكة الفنتيشية اللي هي نفسها ممكن نسمي عليها تونيكة إكسترنة فلا قلنا تونيكة إكسترنة تونيكة الفنتيشية هي صحيح نفس المعنى إذن تكون شنو نوعاً ما بنصف السموك من التونيكة ميزة في حالة Large Elastic Arteries وثوى من Connect Consists of Collagen Fibers They form a loose network of elastic fibers that are less organized than those built onycanism Collagen fibers help prevent expansion of arterial work beyond the physiological limits during the start of the cardiac cycle مكونات طبقة التونيكة الفنتيشية Collagen و elastic fibers الياف الاليستيشية الموجودة بتونيكة الفنتيشية تكون مبأسرة ما تكون نتورك دوس نتورك يعني ما تكون على شكل طبقات ما تسمى طبقات دائرية متحدة المركز لا في حالة تونيكة الفنتيشية راح تكون نتورك شبكة مبأسرة less organized أقل انتظاماً الالياف الكولاجي شنو وظيفتها بتونيكة الفنتيشية شرح تسويلي راح تسويلي بدمنا الـ Expression of the arterial work beyond the physiological limit خلال الـ Stool of Cardiac Cycle في حالة نحن تجيش مثلاً على الشريان الأبهر في حالة ضخ الدم الشريان الأبهر راح يتوسع راح يتوسع حتى يستوعب هذه الضغط وكمية الدم المدفوعة بس مندي يتوسع بالفعل الإلاستيك اللي حجم هذا التوسع بحيث ما يتوسع أكثر من الحجم اللي الراد أو الفيزيولوجيكا تمت ثمن الحدود الفيزيولوجيكا هيا الكولاجين هي اللي ضبط حجم هذا التوسع الباجوبازورو بلاجوبازور نيردي باسكولاري نيرب تكون المدفوعة باسكولاري باسكولاري بها غازوبازورو ونيرب باسكولاري التي سأرحنا عنها لتكون موجودة في الأوائية الدماغية نرجع نفس الاسلائد ونشرح على التونكي الانتوكي من الالكتوكي هذه الطبقة الخارجية هي طبقة التونكي الانتوكي وش نتسكونا بها إنها كولاجين فايبرت هاي الخطوط الرصاصية هي عبارة عن الياف كولاجين لذلك حجمنا التوسع اللي يصير بالوعاء الدموية ضمن الحدود الطبيعية الفيزيولوجيكا بعد شنو بيها 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 نيرب تصدا وحضر بيها بلاد فزا هذا الأحمر هو أبلاد فزا جميعين فايبرت بلاد فزا